أريد أن أتحول إلى مدينة أجدود وإلى مراسل I24 News ويسامي كبه المتواجد لربما في إحدى الملاجئ أنا بيك وسامي يا صورة الوضع لديك نعم لورين نحن متواجدون في إحدى الملاجئ العامة في مدينة أجدود هنا كما تشاهدون في اللغة العبرية ملجأ عام هذه هي الترجمة هنا في هذا المركز التجاري نشاهد معي لورين هذا هو الملجأ الذي من المفترض أن يكون في حال إذا كان هناك أي انفجار أو صافرات انذار سيأتي جميع السكان إلى هنا ونشاهد إحدى المطاعم المتواجدة هنا في هذه المركز التجارية قامت بشغله كمخزن أو كمطبخ لتصدير الأكلات فهنا امتعاد كبير من السكان في مدينة أجدود الذين يقولون كيف للحكومة التي تقول بأن هذا الموضع سيمتد أكثر وأكثر وسيكون هناك الحريث عن أكثر مدة طول ونحن لا نملك حتى ملاجئ عامة بإمكانها أن تتسعي لجميع الناس نتحدث عن مركز تجاري ما يقارب 26 محل تجاري يستغطب العديد من المواطنين فقط هناك ملاجئ اثنين في كل هذا الملجأ وأحدهم هو هذا الذي أيضا كما تشاهدين استعمل كمخزن لإحدى المحال التجارية فممكن أن تتخيل السيناريو الذي يعيشه المواطنين هنا في إسرائيل في حال إذا كان هناك خطر ماذا سيكون الوضع إذا كيف يدخل السكان إلى هنا نحن نتحدث عن قلق كبير في هنا تحدثت إلى أصحاب المحلات الذين يقولون أن حتى هذه اللحظة أكثر الناس لا يأتون إلى هنا ولكن هناك إقبال كبير على الشربكات المطاعم التي تطالب بإرسال الأكل إلى الويوت ولكن لا يوجد حضور المواطنين إلى هنا لذلك هناك تخوف في هذه المدينة من أن يعيش هذا الوضع أكثر وأكثر وأكثر وبإمكانك أن تتخيل مرة أخرى لنا السيناريو الذي سيكون في حال سمع ذوي انفجارات فقط بعض المحال التجارية القليلة التي تملك ملاجئ في مكناتها وهنا أيضا البعض هنا لذلك التخوف أن تكون هناك رشقات كبيرة شلل في حركة الساير حتى لا يوجد هناك أي طرق لمظاهر الحياة كوأن المدينة مدينة أشدود التي تعتبر مركز مهم في إسرائيل من النحوة الأساسية وصلت الصورة بالطبع سنستمر بالمتابعة مع كل جديد من مدينة أشدود ويسام كبه شكرا جزيلا لك